اشتركوا في القناة اثار عددا من ردود الفعل المتباينة والتي سنحاول رصدها عبر حلقة اليوم مع ضيفي الأستاذ الحسن قرطيط الباحث والخبير في العلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك سيلاحسن وسهلا الأستاذ نفل وشكرا على الاستضافة بارك الله وفيك رباط مرة أخرى تكون مسرحا للتفاهمات للاتفاقات كلنا يعلم وزن عقيل صالح ووزن المشري في المشهد السياسي الليبي كلنا يعلم الانشقاقات ويعلم تباين وجهات النظر بين المؤسسات الموجودة حاليا على مستوى السلطات المختلفة الدستورية هناك في ليبيا ولكن ما أثر هذا الاتفاق الذي فيه مخرجات للاجتماعات مزنقة؟ بداية أتأكيد على مسألة مهمة هو أن منذ توقيع اتفاق الصخيرات سنة 2015 إلى حدود الآن عرفت سحل ليبيا تحولات ودينامية قوية جدا عرفت خلافات كبيرة بين المؤسسات التي أفرزها بطبيعة الحال اتفاق الصخيرات والذي كان قد أفرز الحكومة الوفاق الوطنية وأعتقد لذلك أقول على أن المغرب ظل خلال هذه السنوات من سنة 2015 إلى حدود الآن ظل قريب من التطورات على المستوى الميدان من التطورات السياسية من الصراع السياسي ظل قريب من الفرقاء السياسيين وبالتالي يعبر المغرب من جديد على أنه وسيط موطوق به فيما يتعلق بهذا الخلاف السياسي فيما يتعلق بهذا الصراع السياسي داخل ليبيا وكما قلت على أن هذا الاتفاق هو بين مؤسستين وازنتين على المستوى البناء الدولة في ليبيا نتحدث عن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ونتحدث عن مجلس الأعلى للدولة برئاسة خليد مشري بطبيعة الحال هذا الاتفاق يشكل إطار تفاهم مهم جدا لنحية الخروج من الفراغ السياسي من الفراغ المؤسستي الذي تعرفه ليبيا حاليا وخصوصا أن حكومة الدبيبة قد انتهت ولايتها بحكم القانون وهذا يقدن الحديث على أن الاتفاق والتفاهم بين المشري وعقيلة صالح تمثل بضرورة إقامة حكومة موحدة تماما وهذه الحكومة الموحدة وفقا لماذا؟ وفي نفس الوقت الدبيبة يطالب يعني رفض هذا التفاهم والاتفاق أولا وهو رئيس الحكومة الحالية في ليبيا وقال بأنه لابد من التوافق على قاعدة دستورية اليوم بالفعل هل سنبني الدولة الليبية من أعلى الهرم أم من أسفله؟ هذا هو السؤال المركزي وإذا كانت هناك تناقضات في المشهد الليبي كيف يمكن أن تؤثر على تفاهمات المشري وصالح؟ لأن أعتقد على أن في نهاية المطاف لا أعتقد الخيارين الخيارين الاثنين في نهاية المطاف سواء بناء الدولة من الفوق أو بناء عبر اتفاق عبر عن طريق الشركة لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن التفاهمات السياسية هي اللبنة الأولى في بناء العقد الاجتماعي والعقد السياسي الوطني الليبي بين كل الفقراء بين كل مكوينة سياسية وأعتقد ما هو إيجابي لحدود الآن وأشدد دائما على الضور الذي لغبته المملكة المغربية هو أنها بقيت على نفس المسافة تجاه الفرقاء وأن المملكة المغربية بإجماع هؤلاء لا تمتلك أجندة سياسية واجهة سياسية صور فيما يتعلق بالوساطة الوساطة هي في نهاية المطاف هي خيار ناتج عن التزام المملكة المغربية بالقانون الدولي الإنساني بعملية السلام الليبي وبالتالي لا أكثر من ذلك هو ناتج عن أن المملكة المغربية هي من احتضنت اتفاق الصخيرات وهي من احتضنت مشاورات بزنيقة وهي من احتضنت عفوا في طنجة أول اجتماع للبرلمان الليبي بعد غياب عن الاجتماع لسنوات بالتالي هنا أطرح السؤال وأريد يعني الاجتماع كان الجمعة وكان هنا مخرجات وكان هناك تداعيات وردود فعل دعنا نناقش قبل ذلك يعني ردت فعل دبيبة وكيف رد عليه المشري أو عقيل الصالح على ما أعتقد في تويتر الذي كان مصرحا للتجاذبات وأيضا لإعطاء المواقف كما قال الدبيبة قال الليبيون يطالبون الجميع بالإفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادي فلم يعد مقبولا أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراء في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي مشاكل قانونية أو المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي ماذا رد عليه المشري؟ قال سيد عبد الحميد كفى بيعا للأوهام للشعب عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا من صلاحياتك فقط قم بعملك هذا المستوى من اللهشة ألا يؤدي بنا إلى أن هناك بالفعل انقسامات عميقة داخل المشهد الليبي صحيح هناك صحيح فيما يتعلق بالانقسام ينبغي الإقرار على أن هناك انقسام عميق بين مكونات الفوسيفي السياسية الليبية وكما أشرت على أن تبادل هذه الردود على المستوى من ساتويتر هو يعكس عمق الخلاف لكن في نهاية المطاف أقول على أن اتفاق اتفاق بوزنيقة الآن الذي تم توقعه بين المشري وبين عقيلة صالح يشكل إطار هام لبناء تعاقد سياسي وتعاقد اجتماعي على المستوى الليبي وأعتقد على أن الرد المشري هو في التجاز صحيح على اعتبار أن صلاحيات السيد دبيبة هي صلاحية تنفيذية بالدرجة الأولى وفيما يتعلق بالسلطة الشريعية وفيما يتعلق بالبناء الدستوري في نهاية المطاف ليس هو من اختصاص السلطة التنفيذية لذلك أعتقد أن هذا الاتفاق بوزنيقة هو يشكل منصة أساسية وأرضية أساسية لتقريب المواقف بين المكوينة السياسية الليبية وخصوصا لأن أحد المطالب الأساسية أو أحد نقطة الاتفاق الأساسية هو تحيد المؤسسات على المستوى الليبي هو تحيد السلطة التنفيذية وتعرفون أن الآن هناك على مستوى البرلمان فرعي طبرق وطرابلوس هناك على مستوى السلطة التنفيذية حكومتين ولكن ينبغي الإقرار لأنه من ديسمبر السابق نحن نعيش مرحلة فراغ سياسي ومؤسساتي على المستوى الليبي والخطير في الأمر هو أن ردود الفعل من هذا النوع تعكس على أن بعض المكوينة الليبية لم تفهم الآن خطورة الموقف السياسي على المستوى الليبي على اعتبار أن هذا الفراغ السياسي وهذا الفراغ المؤسساتي بالنظر إلى الاحتجاجات الشعبية على المطالب المرتبطة بما هو اقتصادي وما هو اجتماعي قد يعود بنا إلى المربع الأول ألا وهو الاقتتال ألا وهو الانفلات الأمني ألا وهو انتشر الله ولكن دائما وأبدا هناك نتذكر جميعا عن اجتماع وزراء الخارجي العرب حين تم تسلم الرئاسة للمنقوش وانسحاب وزير الخارجي المصري سامح الشكري وذلك التوافقات التي حدثت فيما بعد اليوم نحن ننظر إلى المؤسسات الليبية وفقا لشرعية دولية يعني حتى الدبيبة هو من مخرجات اتفاق الصخيرات وصولا إلى بوزنيقة وصولا إلى برلين هذا ما يقوله التاريخ هي مخرجات بنيت عليها طريقة بناء المؤسسات الليبية وفقا لتفاهمات الليبية الليبية حدثت على أرض مغربية انبثقت من خلالها حكومة الدبيبة ما يهمون أيضا في ردود الفعل التي لابد أن نعرج عليها وما قاله السيد عبدالباتي يعني المبعوث الأممي للملف الليبي الذي قال أرحب بهذه التفاهمات وعلينا أن نتوافق على توريخ أو جدول زمني فيما يخص هذه الاستحقاقات في بناء المؤسسات الليبية أو قال بالتفاصيل استعدادي لمناقشة التفاصيل والأليات والجدول الزمني لتلفيذ هذه الالتزامات ماذا يعني الترحيب الأممي؟ في مواجهة الدبيبة وآخرون ممن لم يعجبهم اتفاق المشري وصالح أشرت إلى محطتين أساسيتين المحطة المتعلقة بالدورة 158 لاجتماع لمجلس الوزاري على المستوى الجامعة العربية والذي ساهم المغرب فيه بشكل كبير في إيجاد آلية ترأس ليبيا عبر المنكوش تماما للدورة وأشرت كذلك إلى الممتل خاص للأمين العام للأمم المتحدة وهنا ينبغي التذكير على أن المملكة المغربية كانت من الدول الأولى التي رحبت بتعيين عبدالباتيلي والسينيغالي تماما وعبرت عن رغبتها في العمل وقدمت دعم كامل لباتيلي ليس هو فقط من غسام سلامة إلى كل من مروا عبر هذا المنصب بطبيعة الحال أعتقد على أنه فيما يتعلق بالأمم المتحدة الأمم المتحدة تقر على أن الدور المغريبي كان دور استثنائيا في جمع الفرقاء الليبيين لناحية كما قلت أولا بحكم أن المملكة المغربية لم تستجدل وساطة دور الوساطة كان مطلبا ليبيا المملكة المغربية نأت بنفسها خلال مرحلة الحرب الأهلية الليبية من سقوط نظام عمر القدافي إلى حدود 2014 نأت بنفسها عن المحاور المتقاتلة على المستوى الليبي منذ اتفاق سخيرات إلى حدود الألم المملكة المغربية حافظت على نفس المسافة من الأطراف المتصارعة وبالتالي كما جاء في تقرير كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حين تحدث بوضوح على دور وساطة المملكة المغربية في لمش شمل وفي إيجاد حل سياسي للصراع على المستوى على المستوى الليبي كذلك كان هناك إقرار لكل المبعوثين على أن المملكة المغربية إلى حد ما ساهمت في تقريب وجهات نظر لذلك أعتقد على أن المملكة كان أهمها في البداية هو استعادة القرار السيادي الوطني الليبي بمعنى أن في البداية دعت المكونات إلى ضرورة النائب النفس عن كل دول التي تتدخل في الشأن الليبي لأن أحد لنشرح المشهد بطريقة أبصى وينبغي أن نقولها كما قال أستاذ نوفر على أن هناك دول دورها على المستوى الداخل الليبي دور السلبي هناك دول تعرق العملية السلام ليبيا هناك دول لها أجندات سياسية وجود سياسية على المستوى الليبي ومصالح كبيرة على المستوى ومصالح مع أطراف معينة على حساب الدولة الليبية هنا لابد أن نبسط المشهد قليلا يعني بعد أن انتفق الليبيون بمجموعة من اللقاءات من 2015 اتفاق الصغيرات وصولا إلى تفاهمات بوزنيقة وانتهاءا باتفاق برلين برعاية أممية اتفقوا وكانت هناك نتائج أن يكون في ديسمبر انتخابات عامة تفضي إلى دستور جديد تفضي إلى سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية ومن ثم انتخابات رئاسية ولكن لم تؤجر الانتخابات حدثت بعض الانقسامات في فبراير أصبحنا أمام حكومتين حكومة الدبيبة وحكومة فتح باشغا ولم يحدث هناك توافق اليوم ماذا يعني أن يأتي المشري والعقلة صالح بتفاهمات سريعة قد تؤدي بنا حتى إلى تأجيل الانتخابات العامة التي لا بد أن تجرى لإفراز المناصب السيادية والمؤسسات التشريعية خاصة في ظل تمسك أركيد فتح باشغا بشرعيته وعدم إرادة بتفاهمات مع حكومة الدبيبة الحالية فما بالك بحكومة موحدة يعكف على سياسيين يتسيدون المشهد الشهنام بين كل من المشري وعقلة صالح وفقا للسلطات التي يمنحها القانون أعتقد كما قلت في البداية على أننا ذاهبون على المستوى الليبي إلى بناء تحالفات جديدة إلى استفافات سياسية جديدة وأعتقد على أن هتين المؤسستين هما مؤسستين وزنتين لكن ينبغي الإقرار في نفس الآن على أن هناك مطلب شعبي فيما يتعلق بضرورة تخلص من معديد من الوجوه التي ارتبطت بالفشل السياسي على المستوى الداخل الليبي لذلك فعقلة صالح بالنظر إلى رصيد التي تمتلك هذه الشخصية إلى جانب المشري أعتقد بأن بإمكانهما أن يلعب دورا فيما يتعلق بإعادة بناء التحالفات بين مختلف المكونات بين شرق ليبيا وبطبيعة الحال وغرب ليبيا مرورا عبر المؤسسات عبر المؤسسات وعبر المكونات السياسية هل يمكن أن يكون المشري هو الحل؟ عقلة صالح هو الحل؟ مثلا تبادل كما يقول الساسة في ليبيا بعض منهم على الأقل يقول بأنه قد يكون هناك تفاهمات بناء على التفاهم الذي حدث تفرز لنا حكومة ثالثة برئاسة المشري ورئاسة مجلس الدولة برئاسة عقيلة صالح كما قلت من الممكن جدا أن تكون إحدى هاتين الشخصيتين الشخصية جامعة للمكونات الليبيا لكن كما قلت في البداية على أن ينبغي للأطراف الليبيا العودة إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن ينبغي الخروج من الفراغ السياسي والفراغ المؤسسات استعادة شرعية للمؤسسات التي أفرزتها اتفاق التي أفرزتها كل اتفاقة التي وقعت على المستوى المغرب كذلك هنا نقطة أساسية ومهمة جدا لا أعتقد على أنه في ظل التنافر الإقليمي بين دول معينة تلعب دور سلبي على المستوى ليبيا لا أعتقد على أنها ستسهل عملية ترميم البيت الداخلي الليبي لذلك فالمجهود الأمم المتحدة بالإضافة إلى المجهود المملكة المغربية قد يعطي دفعة كبيرة للليبيين لكن في نهاية المطاف أعتقد على أن الآن ما هو مطروح على المستوى الداخل الليبي هو ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للعملية السياسية داخل ليبيا هو استجابة للمطالب لأنه كما قلت على أن هناك مطالب الآن قوية اجتماعية واقتصادية حركة احتجاجية للمواطنين حركة احتجاجية للمواطنين ولكن السؤال الذي بدأت بحديثك عنه هو ألا زالت القرار الليبي مرهون للخارج بهذا المعنى ألا زالت هناك تأثيرات خارجية وفقا لاستقطابات تبنى على مصالح هذه الدول التي لها نفوط شيئا ما بينها في الملف الليبي اليوم في المنطقة المغاربية مثلا قامت الجزائر ببعض الخطوات ولكن لم تجدينها فعن تونس اليوم منشغل بوضعها الداخلي مصر جوار حذر بالنسبة لها مع ليبيا فلا بد أن يكون لها كلمة بطريقة أو بأخرى لأنها هي الأخرى يعني انكوت باللا أمن الذي كان في ليبيا الخليج العربي هو الآخر بطريقة أو بأخرى له تدخل في الشأن الليبي ودور في الشأن الليبي ولديه أشخاص نافذين داخل القرار السياسي الليبي وهي دولة عربية منضوية تحت لواء الجامعة العربية اليوم الغرب إيطاليا برئاسة حكومة جديدة هل ستعود إلى دور محور داخل ليبيا بالنظر إلى تاريخ المشرك ما بين ليبيا وإيطاليا فرنسا بقيادة ماكرون لم تترك ليبيا أبدا أيديها لازالت في ليبيا الولايات المتحدة هي السؤال الذي ربما يطرح نفسه أكثر من أي وقت مضى يعني الولايات المتحدة ستيفاني وليامس ثم غياب ثم بيان يأخرج كل أشهر من وزارة الخارجية الأمريكية يبارك بعض الخطوات ذات الرعاية الأممية لا توجد قوة كبيرة جدا نقول بأنها مؤثرة في الملف الليبي تسعى لحل حالة الأمور ووضع حد لهذه الانقسامات أعتقد على أنك قد أشرت للأدوار السلبية لبعض الفاعلين الإقليميين والدوليين والولايات المتحدة هي أقل لاعب إن قلنا أنه لاعب سلبي تجاه ما يقع على المستوى الليبي على الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مند اتفاق الصخيرات إلى حدود الآن حاولت ما أمكن أن تنحم المنحة الأممية بمعنى أن تتمهى مع مواقف المملكة المرنية أيام ترامب لم تكن تهتم بالشأن الليبي لنكن واضح ترامب عزل الملف الليبي ولم يجعله من الأولويات لم تكن مركز اهتمام للسياسة الخارجية الليبية ينبغي للسياسة الخارجية ولكن لم يتغير الشيء الكثير مع بعيدا لكن على المستوى المكونات الأخرى ولكن على المستوى الدول الأخرى خصوصا الإقليمية منها أعتقد هناك استمرار في لعب أدوار سلبية أدوار مرتبطة بالأجندة السياسية لليبيا الغاضبون كما أقول دائما من سقوط نظام عمر المقدفي والذي كان يجمعهم مع عقود اقتصادية وعقود تجارية كبيرة هؤلاء هم متمترسون وهم متشبتون بمواقفهم فيما يتعلق بضرورة الاتفاق على طبيعة النظام السياسي القادم ضرورة الاتفاق على ضرورة الاتفاق وضرورة الإقرار بالعقود التي تجمع أي سلطة تفرزها العملية السياسية على المستوى الليبي بطبيعة الحال كما يقال للحفاظ على مصالحهم بالدرجة الأولى لأن كما قلت أن ليبيا مرتهنة للخارج فيما يتعلق بارتباطات بعض المكونات السياسية والأخطر من ذلك هو ارتباط المكونات المسلحة الميليشيات المسلحة بالخارج وهذا ما يشكل خطورة العملية السياسية لأن في نهاية المطاف هناك محاولة لضبط العمل السياسي داخل ليبيا عبر جماعات المسلحة وعبر التنظيمات الإرهابية حتى القائمة على المستوى الليبي لذلك فيما يتعلق بموقف المملكة المغربية هذا الموقف كما قلت لم تستجد فيه الوساطة هذا الموقف فرضه الأمر المتعلق بأن المغرب هو لاعب إقليمي على المستوى المنطقة ومسألة السلم والأمن الإقليميين هو مهم بالنسبة لأمن من حق المغرب كدولة مغاربية أن لا يترك ليبيا مسرحا لقوة الشر من أجل أن تتلعب بمصير هذه لأنها بكل بساطة هي ضمن مساحة العيش الإقليمية للمغرب هي ضمن ما يسمى بالمجرح المغرب وفر مناخ للتوار والتفاوض ما بين الأطراف الليبية وحتى أن كنا نتحدث عن بوزنيقة حين نتحدث عن المناصب السيادية رئيس المحكمة العليا محافظ البنك المركزي رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى غير ذلك يعني خرجنا على الأقل بمنصبين يعني النائب العام وأيضا إضافة إلى ذلك رئيس المحكمة العليا نتحدث عن الصديق سوروة أيضا عبدالله أبو بورزيزة على الأقل يعني كان هناك صحيح هيئة علية لتنظيم الانتخابات لم تنتخب المفوضية يعني هناك بعض المراكز أو المناصب السيادية لحد الساعة التي تشهد فراغا ما هي المرحلة المقبلة اليوم في ظل تفاهمات المشري وصالح في ظل اعتراضات الدبيبة التوازنات السياسية فيها أيضا فتح الله باشاغا هناك برلمان طبرق هناك طرابلوس والتوازنات السياسية فيها أمور كثيرة جدا في المشهد الليبي يعني توحي بأن القسام هو سيد الموقف هل يمكن اليوم أن يكون هناك اجتماع لنعود إلى تلك الأجواء التي كانت العام الماضي التي تسبق انتخابات ديسمبر التي كانت منتظرة هل يمكن أن يحدث ذلك في الأسبوع القليلة المقبلة أعتقد على أن كما قلت هذا الاتفاق هو اتفاق مهم جدا وأعتقد بأن الملكة المغربية ستعمل على إلحاق بعض الأطراف الأخرى على المستوى الليبي بهذا اللقاء الذي جمع مع سيد مشري ومع السيد عقيل صالح وأعتقد على أنه يشكل أرضية سياسية مهمة يمكن أن يبنى عليها حد أدنى السياسي بين المكونات وهذا الأحد الأدنى السياسي بطبيعة الحال ينبغي أن يكون هو المصلحة الوطنية الليبية هذه الأرضية السياسية يمكن أن تكون المدخل عبر توحيد بطبيعة الحال السلطة التنفيذية على المستوى الليبي وعبر توحيد السلطة الشريعية كذلك عبر الاتفاق على المشهد السياسي أو على طبيعة النظام السياسي الذي تريد الأطراف أن بنائه على المستوى الليبي لكن المطلب بعد هذا المدخل الذي أعتبره هو مهم جدا المدخل الثاني ينبغي أن يكون هو الاتفاق على آلية تنفيذية تشرف على الانتخابات الاتفاق ربما سيحسن عليه أن يكون كما قال الدبيبة وأوضح القاعدة الدستورية أعتقد أن هناك خلاف كبير جدا بين الأطراف الليبيين على القاعدة الدستورية التي من خلالها سيتم على الأقل تشكيل كل الأجهزة الدستورية التنفيذية القادرة على بناء وتمهيد المحطة المقبلة على هي الانتخابات ثم المناصب السيادي وتعيين وانتخاب المؤسسات الدستورية الأخرى نحن نحن نتحدث دائما عن مرحلة انتقالية وأعتقد في كل المراحل الانتقالية المرتبطة بالنزاعات مسلحة معينة دائما يطرح النقاش الدستوري ضمن اتفاق إطار بين المكونات السياسية لأن طبيعة المشهد السياسي تحددها الأطراف طبيعة نظام المؤسساتي تحددها الأطراف الإجماع ويجمع وطني بمعنى ما اسمه بتعاقد سياسي وبما اسمه بعقد سياسي وعقد اجتماعي مؤقت بطبيعة الحال لبناء الدولة مدنية لبناء مؤسسات دستورية لأن أعتقد بأن إعلان دبيبة هي محاولة إلى الهروب إلى الأمام فيما يتعلق بمطلب الآن أصبح هذا المطلب هو لفاعلين دوليين هذا المطلب هو للأمم المتحدة هذا المطلب هو مطلب شعبي ليبي هو ضرورة الخروج من الفراغ السياسي الذي يهدد بأزمة سياسية عميقة والعودرة القدرة الله كما قلت إلى المربع إلى المربع الأول بمعنى أن المطلب الآن هو ضرورة البناء على ما تحقق إلى حدود الآن هناك بطبيعة الحال أطرف سياسية لحدود الآن تأبى العودة إلى المربع الأول بمعنى أن هناك حرص في حدود الدنيا للحفاظ على العملية السياسية السلمية والمكتسبات أيضا وعلى المكتسبات بطبيعة الحال وفي نفسه الآن بالنظر إلى السياق الجيوسياسي على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي يظل تظل ليبيا الآن هي في مقدمة الاهتمامات الدولية بالنظر لما قد تشكله أدى أختلف معك هنا وهذا هو سؤال هل أثر الوضع الحالي عالميا بما فيه من حرب أوكرانية روسية واصطفافات على مستوى حلف النيتو وانشغال القوى العظمى على غير الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأوروبية بحرب طاقية وأخرى عسكرية هل أثر على أن الملف الليبي لم يصبح أولوية وحتى الليبيون اليوم ربما ينظرون لسنوات الفرص الضائعة بندم لأنه حين كانت ليبيا أولوية لكل هذه القوى العالمية وكانت تتحد في برلين تارة وفي باريس تارة أخرى وفي المغرب مرات عديدة يعني لم يتم استغلال تلك الفرص لأجل إقامة انتخابات عامة وتشكيل المؤسسات الدستورية أعتقد على أن ما جعل الملف الليبي يغيب عن المشهد الدولي بشكل عام هو ما أشرت إليه هو الحرب الروسية الأطلسية في نهاية المطاف لكن ينبغي القول على أن العالم لا يحتمل الآن اندلاع حرب أهلية على المستوى ليبيا بالنظر بطبيعة الحال إلى الامتداد الجغرافي لليبيا بالنظر إلى المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالجغرافية ليبيا وارتبطها بالساحل وارتبطها بالصحراء الكبرى بطبيعة الحال وبالنظر إلى الصراع حول موارد البحر الأبيض المتوسط باعتبار أننا نتحدث عن ثالث خزان للطاقة وبالتالي فأعتقد على أن حتى وإن غاب الملف الليبي على المستوى الآن أعتقد على أنه حاضر بقوة على المستوى التوازنات الدولية والتوازنات الإقليمية سواء فيما يتعلق بالطاقة سواء فيما يتعلق بالأمن والسلم لم أقل أنه غاب أقل أنه لم يعد أولوي تماما لذلك أعتقد على أن في نهاية المطاف وهنا العودة إلى الدور الذي تلعبه المملكة المغربية هذا الحرص من البلد الجار هذا الحرص من البلد المغاربي هو مهم جدا وأعتقد على أن الليبيين بكل مشاربهم سياسية لحدود الآن فيما يتعلق بالدور الذي قابت به المملكة المغربية كان هناك تنويه وإشادة بهذا الدور نعم حتى عدم الأولوية اليوم كل النقاشات تصب حول القمة العربية المقررة في الجزائر ولا أحد يتكلم عن الملف الليبي كأولوية للعرب أن يناقشوه وهي قضية عربية قبل كل شيء وليست متوسطية وليست للجار الأوروبي وليست ملك لحلف النيتو أو للويات المتحدة أو حتى لبرلين فهذا يعطيك واقع الحال تزييف السياسي الذي يحدث في القرارات العربية للأسف شديد ويتركون ملفات دسمة وملفات أنية ومستعجلة ولكن لا أحد يتحدث عنها على العكس كانت أن تكون مثلا هذه القمة لم تشمل قديمة أولا وفادي كل التحديات والمشاكل التي تعصف بأمن هذا البلد المغربي الجار شكرا جزيلا لك أستاذ الحسنة قرطي شكرا جزيلا البحث والخبر في العلاقات الدولية شكرا على كل إضاحاتك في الملف الليبي وخاصة لقاء المشري وصالح ونبل عاصمة رباط شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع لكم جمع التحية إنما كنتم ملانيا